وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تكون عقود الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة مسجلة ومخصصة بالاسم لكل مالك منهم وحرص رئيس مجلس الوزراء على زيارة المنطقة المخططة لأهالي قبيلتي الصمفرة والزعيرات والتي أصبحت جاهزة لتسليمها للأهالي المستحقين كما استمع إلى شرح مفصل من وزير الأسكان حول موقف تسليم الأراضي للمستحقين بمنطقة شمس الحكمة